ودوران متباهي بالموجع زفغانيك تطرب لك الصوبين طيرا وإنسان وانسيت يا كارون شعبك يفاديك طول الزمن برواح ودموم وثمان للعز حارب لك من الشر واقيك وفقر واستغلال بالسيف لك صان وذراك كان ومن عاديك ذاريك من عهد علام ولثورة رضا خان خيب أمل بابل وأشور غازيك وبغيت بالتحرير تمرح وفرحان غنت لك الدجلة بأغاني غوانيك نهر الفرات بأسرته هاي بكان حارب بني كوروش ومن كان داعيك تخضع له ويكون سيدك وسلطان حارب بني اسكندر وحقق أبانيك لك حاز الأحواز من جيش يونان ثاروا باسم الدين من قيد ناجيك حارب ملوك النار ويجيوا الساسان حارب نقول الظالم وكان واليك لك عادة استغلال من طغمة الخان حكم الحويزة ضلده ومن يواسيك وازداد مجدك من محمرة وغبان وبغيت يا كارون تجرف سواقيك حروا على الأنهار شيخ وريسان الشاه لكن كان ببلاه باليك وتباعه الزادو نهب وعدوان واليوم يا كارون شعبك يناديك ما هو جبان أو قبيل وخوان ويريد تتكلف وبحماس راجيك تذكر له بطولات وبناء شجعان حارب نظام الشاه يرفع نخاويك قدم تضاحي لك مغاوير فرسان حارب لعزك من أقاص نواحيك يا ما لعزك كان ناهض وثوران كارون حتما تسترد لك عوافيك ترجع مياهك ليك وتكون طفحان تقدي سفل ماضيك ترسب مراسيك تحمل للادس فيه الحمل وركبان وكواسجك كارون تحمي محاميك تهجم على العادوك بالسيوف وسنان والماء عذب يصير يحلب مراويك تزهي البوادي من جنينات وجنان ترجع طيورك ليك تهبط حواليك تربع بربعك دوم أهل وسطغان كارون تؤذينا تراهي مآذيك وحزاننا من ذل لافيك وهوان وهمو منا توفير كامل مراويك يصعب على الأهواز غيظ وعبثان والشعب يا كارون حاضن شواطيك جسمك هو وله أنت غلب وشريان وبعز حين يدوم يحيب محاييك بالروح يفديك وبغال ورخصان بالروح يفديك وبغال ورخصان سلامتكم سلامة الحاضرين وسلامة صاحب القصيدة الأستاذ حسن الطائي تحية لكم على حسن الاستماع وآسف إذا كان الموضوع شوي مضغوط والقصيدة طبعا قريتها بسرعة لأن حقيقة عندما أتكلم بهذا الموضوع أتألم أتأذى ليش يعني ليش يعني اليوم العالم العالم كله وينما تروح محافظ على مناطقها الريفية وبحيراتها وأنهارها وأشجارها يعني ليش إحنا الله بلانا بقوم بناس يعني بحكومات جاهلة ما تعير أي اهتمام لا للتاريخ تزورة ولا للإنسان تحترمه ولا للبشرية ولا للنبتة ولا للحي داخل البحار هم مرتاح من شرهم مجففينه وملوثينه فحقيقة هذه الأنظمة الشمولية اللي الله يعني ما أقول الله البشر هو إنسان طبيعته الشكل تسلط أو على رقاب الناس وفرضوا هذه الهيمنة المتخلفة اللي احنا ابتلينا بيها والآن إنا أكثر من ثمان عقود وإحنا نعاني من هذه المشكلة ياريت أكون هناك احترام للإنسان عيش كريم ممكن يتنازل عن الهوية يتنازل عن التراث يتنازل عن الثقافة لكن ما يجوز ما يجوز لا مجال لا مجال يعطون الثقافة للبشر ولا يعطون مجال للتراث ولا يعطون جزء من هاي الثروات اللي اليوم جاعد يتفره بيها الدول وهذه الدول اللي اليوم تشوفونها ملتفة على إيران الدول يعني كلها عندها بانية مثل تركيا يعني تركيا اليوم هي عندها اقتصاد غوي شعبها مرتاح هسا ممكن عندها مشاكل ومعها لأكرادة وغيرهم لكن على الأغل خبزة متوفرة البيانة هناك محافظة عليها هذه في النسبة لها هذه الدول مرتبطة معاهم لكن هذه الدول مرتبطة من أجل التفرهد لأن هما جاعد يعدون للعدة حتى يوقع ويصير فرهود والمشكلة احنا اللي ابتلينا بهذا النظام والنظام اللي سبق هذا النظام وهذه اللامبالات موضوع لكن الادعاء الكاذب والافتراء على أنه هما وذاك الأول كان يدعي على أنه هو من أحفاظ كوروش وإلى تاريخ وإلى جذور وهو متخلف عقليا والثاني اللي يجي النظام الآخر هذا النظام أكثر تخلف من ذاك النظام حيث هذا عجن عجينة خرجنا بعجينة جديدة وهي مذهبية ومعجونة مع الخلفية الشوفينية التاريخية وأثاروا الدمار ودمروا البيئة ودمروا كل شيء المهم أنا أتمنى لكم إن شاء الله بس دعاء لأن ما نقدر إحنا أي شيء نسوي ما نقدر أي شيء نسوي تجاه هذه المصائب اللي تحل بأرضنا إن شاء الله نتمنى أنه هذا الألم وهذه المشاكل تنتهي على أي حال أودعكم بحفظ الله وأمانته وأشكركم على حسن المتابعة وإلى حلقة أخرى مع ألف سلامة وشكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة